اشتركوا في القناة رياضة زي القوس والسهم ناس كتير يمكن ما تبقاش عارفة تفاصيل هذه الرياضة ولا كيفية ممارسة هذه الرياضات بالتحديد ومش كتير من الناس عارفين ان مصر بالفعل بتدخل في منافسات في منطقة قوة سواء على المستوى القاري او على المستوى الدولي وده اللي اكيد هنعرف كل تفاصيله ونتعرف على استعدادات كمان المرحلة القادمة ان شاء الله مع دكتور ماجد محي المدير الفني لمنتخب مصر للقوس والسهم صباح الفل ومنورنا يا فهد بقنا صباح الفل عليكم جميعا على مصر كلها يا رب دائم بالخير صباح الخير يا فندم على حضرتك وحلو جدا فكرة ان احنا نعرف منك اكتر عن رياضة القوس والسهم وازاي تدرجت لغاية لما اصبحت عالمية كمان طبعا احنا عشان نقول رياضة القوس سمي انها تدرجت انا بقى بنظلمها شوية لانها رياضة من الرياضات العريقة موجودة على الجدران مصر الفراعنة من زمان والتاريخ الرياضي وهي الرياضة برا اللي هيتابع على المستوى الدولي الرياضة قوية جدا يعني احنا بطولات العالم بيشارك تقريبا العدد كله من الدول العالم يعني في بطولة العالم اللي تتعبت عدى عدد المشاركين 114 دولة ده رقم كبير لرياضة على مستوى العالم تلاقيه في اوروبا وفي اسيا وفي امريكا وحتى في القارة افريقية في الفترة الاخيرة وفي استراليك بطريقة شرسة وبقوة رهيبة لانها رياضة تاريخ زمان احنا بس فيه فترة كان حصل هبوط للعبة وتوقفت في مصر وابتدينا الاتحاد تأسس سنة 1998 اعادة تشغيله مرة تانية فده المخالي بقى تدرج بقى رياضة من التاريخ ده من البداية يعني هي ابتدت تاريخيا مع الحروب مثلا اللي كانت زمان بالزبط وكرياضة للنبلاء وكانت موجودة في مصر وفي العصر القديم بس احنا كان حصل توقف وابتدت مصر تأسس بقى الاتحاد تشغيله تاني مرة اخرى سنة 1998 ومنذ انطلق من التوقيت ده وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني شاركنا في تلاتة اولمبياد وبفضل الله كان في اولمبياد الشباب ربنا كرمنا بالذهبية ودي كانت مفاجأة جميلة على ربنا كرمني كنت انا بالولد اللي طالع اسمه إبراهيم صبري اتنين وتلاتين دولة ناخد دهبية فسط عمالقة الرياضة اللي هما كوريا الجنوبية وامريكا والدول كتيرة في اوروبا ايطاليا فان احنا نحقق دهبية زي كده في اولمبياد شباب كانت في سنة فورة الفين وعشرة كان حاجة جميلة ومن ساعتها برضو ربنا كرمنا تاني البحر ابيض متوسط تبس اقولها جميلة واوها عيدة بفضل الله سبحانه وتعالى والحقيقة طبعا الرياضة بتتميز انها مش بس مجرد ضغطة وتنشين لا بتحتاج سبات فعالي مع عمل واداء عضلي قوي جدا لانها رياضة القوس بتاع اللاعب اللي بيرمي في الاولمبيكس بيكون محتاج يرمي بيه على مسافة سبعين متر فهو القوس بيحتاج عمل عضلي جامد في المنطقة بتاعة المنكبين والضهر والدرعات الى ان السبات محتاج الرجلين والجزع يكون قوي عشان يكون سابت مع الهوى انك بتلعب او الدور البطولة بتبدأ مع السن الصغير مع مسافات قليلة واقواص على قدهم تتناسب مع المراحل العمرية بتاعتهم لكن معنا احنا بقف بعد كده لما بيخش في مرحلة الكبار مسافة الولمبية اللي هي سبعين متر ودي اللي بنلعب عليها ربنا كرمه بفضل الله سبحانه وتعالى في الاولانة الاخيرة الافريقية وده كانت فيه صعوبات قوية قوية لان عدد الدول كل افرقال زي ما ذكرت من شوية كانوا ابتدوا بسقل والاتحاد الدولي بيدعم بقى الهيال الدول اللي هي النامية شوية زي السنغال والكوديفوار وان هو يبتدوا ينهض بهم فكان عملهم اعدادات لبعض اللاعبين عندهم في سنتر دولي خارجي لان كان اللي بيحتل القوة ساوس افريكا مع مصر ربنا كرمنا بالتأهل ان شاء الله وخدنا الكوتا بالولد والبنت الاوليبيات توكو يا رب ان شاء الله نشرف مصر فيها للمرة ان شاء الله يا رب اذن الله طيب الاشتراطات البدنية طبعا هيك بتقول ان المحتاجة تدريبات ده فرشور او يعني ده اكيد بس الاشتراطات البدنية مثلا لو حضرتك تتلعنا عنها اكتر هل ممكن مثلا شخص رفيع جدا بالتدريب حتى او فتاة مثلا مش قوية ابدا كجثمانيا بالتدريب تقدر ان هي برضو تبقى توصل للبطولة يعني خلينا نعرف من حضرتك الاشتراطات ايه ده سؤال رائع جدا وطبعا يعني بالمصادفة انا الدكتور ابتاتي في القياسات البيوجية لله اه الرياضة دي بتتميز عن رياضات كتير هي فيه ناس تبقى شايفاها انها لا ده ايه ده رياضة اي حد بلعبها لا هي رياضة اي حد ممكن يلعبها لكن عشان ينتاز فيها لازم يعمل بقى يقطع شوت كبير كده عشان يقدر يتميز فيها لكن هي رياضة بتتميز بانها اه جميع العناصر سواء الجسم الرفاية او الجسم المليان شوية ممكن يلعبها الرجال والسيدات اه المراحل العمرية بمختلفة عندك القدرة انك تقدر تمارس رياضة لتجاب عمري كبير جدا يعني في بعض اللاعبين قدروا حققوا فيها برا مصر طبعا اه اه اربع او خمس اولمبياد واربعة وده دليل ان الفكرة كلها في الاعداد طالما في اعداد كامل ومستمر مع اللاعب بيقدر يوصل يلعب لحد خمسين سنة الرياضة دي تبان من على الوش كده وكأنها مجرد قدر على التصويب الجيد هاي وشيء من التوافق العضل للعصب اه بالضبط لكن واضح ان هي لا الموضوع يستدعي ما هو اكتر من كده انا هوضح الحتة ديت لان احنا الرياضة ديت في الاول احنا الفكرة اللي بتاعتنا الولادة طهل الصغير بيمسك قستك كده بيحط فوقستك سهل بيتشد بالضبط والنبلة والعبية دي ارهاصات الرياضة دي بقى هي دي ارهاصات الرياضة لكن في الحقيقة انا مارست الرياضة دي كنا ورا زباير مصدقينك طبع 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 لكن في الواقع القوس دلوقتي والتطور ده ده من زمان القوة كلها في اللمس اللي هي الاطراف للقوس اللي هي الطرف العلوي والسوفي ده اللي بيقى فيه قوة ده بيبقى مصنعة دلقتي من الكاربون ومضاف ليه مواد الخيط اللي ماسك الطرفين من فوق لتحت دوت بيبقى خيط ما فوش اي مطاطية انت ما بتشدش اس تكتاري ده انت القوة كلها انت بتتني الطرفين الطرف العلوي والسوفي ده بتتنيهم بجسمك القوة دي بتوصل الاربعين وحاجة واربعين رطل بتطلقهم وتطلقهم عدد اسهم كبيرة اتنين وسبعين سهل بيحتسبوا لك وبعد كده في المباريات بترمي ثلاث اسهم زي ما احنا شايفين كده الصور دولة فريق مبتخب مصر الرجال والسيدات في التدريبات في ملعب استاد استاد القاهرة ما فيش فرق بين الرجال والسيدات هم نفس يعني نفس القوس كل يعني ولا فيه فرق بيختلف الاقواص من لاعب للاعب دي اللاعبة دي كانت في البطولة الافريقية اللي هي في المغرب اللي اتأهلنا من خلالها اللاعبة امل بفضل الله سبحانه وتعالى الرياضة زي ما قلت حقيقية السن الصغر يقدر يمارسها فبقى بزبط طورات ضعيفة شوية على قده لا بيختلف برضو من البنات والولاد ان الولد بيقدر يرني بقوس اقوى طبيعة التكوين الجسماني هنا منافسة ازاي لو مثلا رجال وسيدات اي اصلا في حاجة اسمها التركيبة كاملة يعني انا النهاردة القوس بيتفصل على كل لاعب طبعا لطول دراعه السحبة اه انا طول ساهمي بيتعامل ميجور اياسات طول ساهمي طوله تسعة وعشرين بوصة تلاتين بوصة دي الماديلية اللي احنا خدناها البطولة ده التيم اللي كان بيلعب في المغرب اللاعب شريف اشرف اللي في النص دوت اللي حقق الكوتة المصر هو اللاعب اللي على شماله التاني يوسف اللي هم الاتنين اللي جن ببعض اللي جاب الكوتة في الميكس تيم لان احنا برضو في حاجة اسمها فرق مختلط ان شاء الله نلعبها برضو في توكيو ربنا ياسر لان احنا كان من نصد نحنا الدولة الافريقية اللي اتأهلت بولد وبنت جايبين الرقم المؤهد هاي جدا امتى امتى توكيو ان شاء الله توكيو تأجلت من سبعة اللي فات هتبقى في سبعة واحد وعشرين سبعة واحد وعشرين سبعة في مكان خاطئ انتهى بيد مطاف فأرنبت منخير الحكم مسلا بدا بيروح في المكان اللي مهود يروح لي لا 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 هو فيه احتياطات جامدة طبعا انا انا اعيز علق بس الصور دي اللي ايه انا انا كان طلبت في مجموعة صور دي الصور اللي هي في بيكين قبل ما اعتزل اخر اولمبياد اللي هي الحمد لله ربنا كرمنا ده التكريم بتاع الولاد اول ميك ستيم اللي انا قلت عليه من شوها بتاعيسي فورين ده كانت تكريم بتاع سيات الرئيس عبدالف تحسيسي في الولاد لما رجعوا ديات المديلة اللي قلت الحك عليها كانت في الفين وعشر الدهب لما خدناها دي على ارض سنغافورة هناك في الملعب وكسبنا ساعتها هولندا ده مجلس ادارة الاتحاد اللي بصراحة يعني عمل مجمودات رهيبة من ايامها كان اللعبة محتاجة دعم قوي في انها تقاليها مكان في مصر وكا استضاف هنا تعمل حاجة اسمها السنتر دولي ودي لعملت نهضة للعبة بفضل بس سبحانه وتعالى انا عايز بس ما اكونش آسف لتأخير الرد على سؤال حقيقة طبعا الرياضة لها مواصفات عوامل امن وسلامة كبير جدا لانها رياضة انت بتعمل الجاب السهم بتاعك ليه زي ما احنا بنسميها ارتفاع للسهم حد اقصى للطيرات ففيه مسافة امان بتتعمل عشرين متر ملعب بتاعك ببقى مؤمن مليمين والشمال لم ينفعش حد يعدي فيه من نص طبعا بالنسبة للسن الصغير طبعا الاكباس والاسم اللي احنا بنراح ان ولد ممكن يمئس يقص يعمل بيه حاجة تبقى باورات مجفيش يعني ممكن اقل من خربوش كاين ولد بمسكو خربوش لكن طبعا احنا بالنسبة للأقواص باعتم بتاعت الكبار لا ممكن نتعور فبقى فيه عوامل امن وسلامة والفترة الاخيرة لبطولة الجمهورية اللي اتلعبت بعد الكورونا اتفاصل اللعيبة الاهداف لكل لعب هدف لوحده صورة من الصور اللي احنا عرضناها من شوية حضرتك قلت اه الصورة دي خدتها بعد الاعتزان واحنا قبل منها بكم سؤال كنا بنتكلم في ان مفيش حد اقصى للعمر يعني ليه اللي اعتزان فعلا يعني يفع كده يا مكبات اعتزان ليه والله والله انا في بكين وانا هناك انا كنت بحدث بعض الاكوبمنت بس فعلا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى واحد كان عنده حاسس ناحيتين عايز يدي عطاء لان مصر كانت لسه احنا اللعبة مش ممتشرة ومفيش حد عارف اساسيات اللعبة قوي يعني حتى الاجانب اللي كانوا يجوا يمرنونا الولاد محتاجة الاعضاء اللي هم المدربين الكتير اللي عندنا في مصر مافيش بمناسبة ليه ما انتشارتش في مصر بنفس قدر انتشارها في دول تانية كتير يعني يعني على الاهل اللي اتعرفت على الرياضة دي نسبيا متأخر ليه احنا مش زيهم والسؤال فاني حلو بس هو ده لي كذا بعض يعني بعض الان ديها بتتحفظ تقولك انا دلقتي انا خليني في العدد اللعبات اللي هتفوق فيها ما بيبصش لان الرياضة زي كده دي رياضة اصلا قوية جدا وعلى مستوى العالم ورياضة قديمة وعريقة لا انا ايه الحاجة دلوقتي اللي جاهزة قريدي سريعا عندي في مصر تبدأ تعملي بسرعة بروباجندا او داعي في بعد تاني انها برضو لعبة زي لعبة الفروسية زي لعبة مكلفة شوية الاقواص غالية شوية الا ان الادوات التعليمية في الاول بتبقى شبه رخيصة بس مش هتبقى مهما هترخص مش هتكون زي الالعاب الجماعية اللي هي مجرد كورة ومساحة الولاد يقدر يلعب فيها فطبعا المواقف والطرائف لا في مواقف طرائف انت ممكن بتبقى بتلعب الاسهم بتاعتك انت بتضربها معاك عدد اسهم معانا تروح ربنا كده كده تكون عامل سهم متجلي قوي سهم يروح داخل في سهم طبعا انت بتبقى ارحام بين حاجة يا رائعة طبعا بس خسرتك سهم طبعا نورك هم معانا بس لكن بالنسبة للاصابات بفضل الله سبحانه وتعالى اللعبة فيها يعني عامل امن ان اللعب يقف نفاش احتكاك دي نيزة من موايزات اللعبة ان في الالعاب التانية انت ممكن بتغزبا عنك بتخش احتكاك يحصل مكاسرة يحصل اصابات احنا الاصابات بتاعتنا ان لو حصل عدم سوق زبط الاحمال البدنية للعب او ان هو رمى عشوائي بدون ما يقنن او ما يعمل نفسه اعداد بدن كويس لكن الرياضة ما شاء الله يا رياضة قايمة على ان انت بتعمل تحمل عالي بترمي كميات رامية عالية رياضة ما فيهاش اي اصابات للغير لان كل اللعب واقف بطوله الرياضة غير تلموسية من الاساس طب دكتور ماجد سؤال معلش اخير قبل ما نختم عشان الوقت هل في سن معين ممكن حد يبدأ يمارس هذه الرياضة يعني قرر فجأة كده ده يبقى استكمال لسؤاله برضو اللي احتزلنا الرياضة بتاعتنا زي ما احنا قلنا الجاب بتاعها كبير لكن هي لا مش زي السباحة والجنباز يعني انا دايما انا حتى بناتي او ولاد زميلي كلا ما يجوا يسألوني عايزين نلعبهم هما لسه اطفال لسه هتبدأ بقى متى او يبتدى عايزت لعب طفلك بتتنبيه او ما بيتحرك تلات سين اربع سين اقولوا لا اقوى دي السباحة والجنباز افضل او او العب قوى اي رياضة فيها الولد يجري ينطلق يقوم رياضة بتاعتنا لا تحتاج يكون فيه وصل للسن التمييز يعني فيه اولاد ممكن قبل سبع سنين نبدأ معا من ست سنين لان فيه مرحلة ما فيش لو في التلاتينات اه في التلاتينات ده 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 الاساس اه ممكن احنا احتزلنا واحنا في التلاتينات وكان ممكن يكمل زي ما بقول عشرة وعشرين سنة يعني ممكن حد يبدأ في اخر العشرينيات او للتلاتينات مثلا والموضوع الموضوع كله يبقى متوقف على المهارة اللي عنده اللي هي ممكن يتم يعني تنميتها بشكل سريع او جيد نمازج الغالبية الكبيرة اللي اللي ابتدت معانا هنا في مصر يعني فيه تلاتة هم اللي راحوا اولمبياد فاضل يا سبحانه وتعالى انا واحد منهم اللي عبت وانا عندي حاجة عشر سنة طب يعني في امل بالزبط لا لا ما فيش مشكلة خالص احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا وبنتمنى لكم وبنتمنى للرياضة دي تحديدا المزيد من التواجد والمزيد من الانتشار في الاوساط الرياضية المطرية شكرا جزيلا لنجودك معنا شكرا لكم شكرا لحضرتك دكتور ماجد نروح فاصل ونرجع بقى مع حضراتكم الاخر فكرة معانا النهاردة في عشرة سوفر في الاهلي خليكم معاكم